إذن هموم بيئية تطرح من قبل كافة المشاركين من كافة أرجاء العالم على مائدة كوب 27 إيمان منصور مفادة التلفزيون المصري أجرت أيضا حوارا ولقاءا مع السيد جون مارك نائب رئيس حزب بيئة الوسط الفرنسي وذلك على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 نتابع سويا مشاهدين ونحن في الافتتاح الإجرائي للأعمال الإجرائية لقمة كوب 27 نتحدث مع الحضور من جميع أنحاء العالم واحد من هؤلاء الحضور من أهم حماة البيئة حول العالم وحرص أن يأتي إلى مصر عبر إرسال رسالة إلى العالم أجمع لم يركب الطائرة حرصا على الحفاظ على الوقود تحمل مشقة أن يأتي بمركب وتحرك عبر بلدان عدة حتى يصل إلى مصر في رسالة واضحة للحفاظ على البيئة وهو معني بهذا الملف بشكل كبير نتحدث معه من خلال هذا الحوار السيد جون مارك جوفرناتوري وهو نائب رئيس حزب بيئة الوسط المعني بشؤون الحفاظ على البيئة السيد جون مارك جوفرناتوري نائب رئيس حزب البيئة الوسط مرحبا بكم في مصر لقد تحدثت عن رحلتكم فما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال تلك الرحلة إلى مصر شكرا لتلك الدعوة شكرا توجه بالشكرا لمصر على تنظيم مؤتمر المناق فحين انعقدت قمة جلاسجو الكثيرون قالوا أننا انتقلنا إلى جلاسجو بطائرة وهذا ليست وسيلة صديقة للبيئة ولكن في بعض الأحيان استخدام الطائرة مبرر فيما يتعلق به فسأستغرق ثلاثة أسابيع لتوجه من مصر إلى فرنسا بينما بالطائرة سيستغرق الأمر عدة ساعات فقط وإذا انتقلنا وإذا قررنا الأمر بالقطار أو بالمركب فبالطبع الأمر سيكون أيضا لو تدعيته أردت أن أزر أننا لابد بالطبع أن يكون لدينا الوقت الكافي حتى نكون بمثل هذه الرحلة تريدون بشكل شخصي تكريم وزيرة البيئة المصرية تودون بشكل شخصي تكريم وزيرة البيئة المصرية السيدة ياسمين فؤاد وزيرة عظيمة فمنذ توليها منصبه في 2018 فتنظيم هذا المؤتمر هو حدث هائل يجمع حجدا كبيرا فلم نشهد من قبل مؤتمرا بهذا الحجم فوزيراتكم أشرفت على هذا التنظيم وهو تنظيم رائع وبالتالي أود أن أقدم لها هدية ما هي المخرجات التي تودون أن يتمخذ عنها هذا المؤتمر سيكون هناك لحظة لا عودة في لحظة ما سيكون الوقت قد تأخر وأود أن أذكر أن القضيتان الهمتين هي قابلية العيش على الكوكب وبقاء البشرية فأذكر أن أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جيو تيريس قال أن 50% من كوكب الأرض لن يكون صالح للحياة وفي لحظة ما سيكون قد تأخر الأمر حتى نعالج الأمور ربما يمكننا تحقيق تقدم في هذا الشأن فهذا التجمع الكبير في شرم الشيخ هو إشارة إلى الحكومة حول ضرورة التحرك الآن لتغيير الاقتصاد وتغيير نمط حياتنا وإلا فتكون نهايتنا هل لدينا فرصة للحفاظ على هدف الواحد ونصف درجة مئوية فأنا على يقين أننا يمكننا إحداثة تغييرا مطلوب ولكن لا يجب أن نرجع الأمر من سنة إلى أخرى فيتعين على القاضة السياسيين الذين يتحدثون ببراعة أن يتحركوا أيضا ببراعة والحزب الذي أمثله لديه حلول ناجعة يمكن تطبيقها على الأرض ما هي التدابير التي يمكن تبنيها لمواجهة الأزمة المناخية الإجراء الأول هو اعتماد الاقتصاد الدائري فالاقتصاد الدائري يجب تطبيقه في مصر ويجب أن يسود سواء كان في مصر أو فرنسا فعلينا أن نصلح كل شيء فهو يتلخص في أن ضرورة أن نصلح كل شيء ففي كل مرة نشتري منتج فهذا يلوس البيئة لأننا نستخدم مواد أولية ونستخدم وسائل ناكلة فكلها ضر للأرض وضر للمياه فالأولوية أن نصلح كل شيء وأن نعيد تدوير كل شيء كل هذا من شأن الحفاظ على البيئة ويعزز القدرة الشرائية التي تعدى مشكلة في مصر وفرنسا وفي كل مكان فالاقتصاد الدائري يمثل الحل الأمثل التحول في الطاقة لن يتم دون تحرقات وتدابير لترشيد استهلاك الطاقة فما هي الإجراءات الواجبات اتخاذها الإجراءات الأول هو التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة فالناس لم تعي بعد فبالنسبة لنا العمل السياسي هو إخبار الناس وأعلامهم بضرورة أن يعود إذا استمرينا في الإهدار بهذا على هذا النمط فستكون نهايتنا فهناك بعض التصرفات البسيطة وهي تقليل الإنارة والإضاءة تخفيض استخدام المكيفات وهذا بجانب الجهود التي تبزلها الحكومات يمكن أن يحقق هدف الترشيد في الطاقة إذا كانت لديكم إمكانية توجيه رسالة فيما يتعلق بالحالة الطريقة البيئية التي نواجهها فماذا ستكون؟ أقول أن الخيار النظام النباتي هو حل مهم فأنا أرى أن العالم يستلك الكثير من اللحوم وهذا أمر نستطيع أن نتدبره وسيسهم في حل مشاكل البيئة ومشاكل الصحية وكذلك المالية للشعوب وكذلك للحكومات فهو إجراء لابد أن نعطي الأولوية وهو اعتماد النظام النباتي الحرب في أوكرانيا هل ترون أنها ستؤثر على مفاوضات المناخ؟ بالطبع فالنزاع يتطلب استخدام هذا الكم من الأسلحة فمعظم السيارات والمركبات الكهربائية تصنع بمعادن وهتلك المعادن ملوثة للغاية للمياه والأرض والمناخ وكل تلك الأسلحة التي يتم استخدامها في الحروب فهي ملوثة فهو أمر لا يصدق أن نتسبب في اندلاع الحروب بينما يتطلب أن نحافظ على قابلية العيش على الكوكب والحفاظ على بقاء البشرية فلابد أن تتجه أنظار الحكومات وتركز على هذين العنصرين هناك أيضا مسألة الجائحة فهي أزمة عالمية هل ترون أن لها تدعيتها أيضا؟ بالطبع فهذا أمر مؤثر فستلاحظون أن في الأماكن الأكثر تلوثة نشهد ارتفاع في عدد الوفيات فما هو رائع في العمل البيئي؟ أنه يحافظ على البيئة حين تتحركون للحفاظ على المناخ فأنتم تحافظون على الصحة العامة وتقللون من احتمالية اندلاع الأوبئة كمة المناخ للمرة الأولى في مصر هل ترون أن وحان الوقت حتى تحصل إفريقيا على العدالة المناخية؟ فما هي الإنجازات التي تحققت في هذا الشأن حتى اليوم؟ أرى أن من ضمن المسائل الهمة الزراعة فالزراعة تؤثر من خلال الانبعاثات الغازات الدفيئة على المناخ الزراعة التي لا يتم المحافظ الحفاظ عليها في الدول الأفريقية بسبب المنفسة مع البلدان الغربية فهذا قد يؤدي إلى عمليات نزوح وسيؤدي إلى ضرر كبير فعلينا أن نركز على الحفاظ على الزراعة في البلدان الأفريقية فهذا في غاية الأهمية كيف مؤتمر المناخ بشارم الشيخ يمثل فرصة فريدة لأفريقيا للنقاش حول المناخ فللمرة الأولى في تاريخ البشرية نرى هذا العدد الهائل من القادة الذين يجتمعون في نفس المكان وهذا يحدث في أفريقيا اليوم وفي مصر مهد الحضرات وبالتالي فهذا وزير الرسالة هامة للكوكب ولأفريقيا بشكل خاص وفي لحظة ما سنفهم الأمر فسيكون أمامنا خيارين أما الموت أو التغيير الطاقة المتجددة هل ترون أنها الحل تمثل الحل لحل المشكلات في قطاع الطاقة في أفريقيا؟ بالطبع فهناك عناصر فيما يتعلق بطاقة الرياح والشمس الذي تتمتع بها قرية أفريقيا فكل وسائل إنتاج الطاقة لديها مشاكلة سواء كان طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو غيرهم فكل نمط لديه خصائص فمن هنا تأتي أهمية من هنا تأتي أهمية المضي القدومان في هذا الطريق شكرا جزيلا السيد جون مارك غورناتوري رئيس حزب البيئة الوسط ل juice شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا